وعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني الصعب الذي يتدهور بسرعة في قطاع غزة بعض مشاورات مغلقة عقدها المجلس الثلاثة استمع خلالها إلى أول إحاطة من كبيرة منسقية شؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريت كاغ ودعت منذوبة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة نتالي برادورست إلى زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بشكل مستعجل مؤكدة على الحاجة العاجلة لتوسيعها من جهة أكدت المنسقة رفعة المستوى للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريت كاغ أنه لبديل عن الخدمات الإنسانية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الأجئين الفلسطينيين من المهم للغاية أن ندرك الدور المركزي الذي تلعبه الأونروا في قطاع غزة في توصيل المساعدات الإنسانية وقبل النزاح بالطبع عندما كانت المدارس مفتوحة والعيادات أيضا أو غيرها من المرافق إن كل هذه الخدمات التي تديرها الوكالة كانت عبارة عن خدمات لدعم السكان المدنيين لا يزال هذا موضوع وقف التمويل محل نقاش مستمر لكن ليس هناك بديل عن الدور الإنساني الذي يتم لعبه في غزة